السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله جئتكم بخلطات علاجية رائعة هي خلطات لعلاج حب الشباب كما نعلم حب الشباب يعاني من الكثير من النساء وكذلك الرجال وبالخصوص دوات البشرة الدهنية لكن اليوم إن شاء الله سوف نحضر خلطات بالتحديد من المطبخ يعني طبيعية 100% لعلاج وللحد من مشكلة حب الشباب وحتى أطار حب الشباب إذن على بركة الله سوف نتعرف الآن على أول وصفة ستخلصكم من حب الشباب تنعم كذلك البشرة وتجعلها خالية من الحبوب ومن آثارها كذلك إذن سنتعرف عليها إذن على بركة الله بالنسبة لأول وصفة سنحتاج فيها لأول مكون وهو الشوفان يعتبر الشوفان مهدئ للبشرة المتهيجة من حب الشباب وكذلك سنضيف إلى الشوفان مكون آخر ممتاز سوف يساعد كذلك في الحد من مشكلة حب الشباب هذا المكون هو العسل العسل الطبيعي عسل النحل لأنه يعمل على تطهير البشرة ترطيبها إذن لتحضير هذه الوصفة حبيباتي سنأخذ هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من الشوفان مطحون الشوفان أو ما يسمى كذلك بالخرطال قموا بتحن كمية من الشوفان ثم احتفظوا بها في علبة واستخدموها في الوصفات سواء الطبيضية أو التي تعمل على علاج كذلك حب الشباب ثم سنضيف أيضا هنا العسل تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من العسل عسل النحل بطبيعة الحال وكآخر مكون سنحتاجه سوف يعطينا مفعول رائع جدا سنضيف هنا كمية أيضا من صودة الخبز سنضيف رأس ملعقة من صودة الخبز أو خميرة الخبز ونستمر جيدا في الخلط إلى غاية ما نتحصل على شكل عجينة متجانسة نحاول أن ندمج جميع المكونات جيدا هذه الوصفة ممتازة حبيباتي لمشكلة حب الشباب وأيضا حتى لأطار حب الشباب معالجة بشكل قوي جدا بالنسبة لمن بشرتها حساسة ولديها حب الشباب تقومون بأخذ هذه الوصفة وضعها فقط على مناطق تواجد الحبوب يعني لا يمكنكم أو إذا أردتم أيضا تطبيقها على كامل بشرة الوجه ولكن لا يجب أن تكون بشرة الوجه حساسة إذا كانت عادية أو دهنية ممكن أن تضعوا الخضيط على كامل البشرة أما إذا كانت حساسة فضعوها فقط على أماكن تواجد حب الشباب إذن كما رأيتم حصلنا هنا على خليط أو على شكل عجينة متجانسة بطبيعة الحال بعد تنظيفكم لبشرة الوجه بالماء الدافئ والصابون ستأخذون كمية من هذه الوصفة بعدما حصلنا على شكل عجين ثم نبدأ بتوزيعها كما قلت لكم طبقوها على مناطق تواجد حب الشباب أو على بشرة الوجه باستثناء منطقة تحت العينين نفردها ونوزعها جيدا بهذا الشكل ثم سنتركها تقريبا مدة عشرون دقيقة بعدها قموا بغسل وجهكم بماء فاتر وصفة بالفاعل ممتازة ورائعة جدا وتعطي نتائج رائعة هذا بالنسبة للوصفة الأولى سوف نتعرف الآن على الوصفة الثانية بالنسبة للوصفة الموالية ستكون خلطة القرفة القرفة هي معروفة على أنها مكونة رائع جدا سوف نضيف تقريبا منها مقدار ملعقة صغيرة منتلئة فهي بها خصائص مضادة للميكروبات وتحد من ظهور حب الشباب كما أننا سنضيف أيضا العسل عسل النحل هو أيضا مضاد حيوي طبيعي ومرطب للبشرة في نفس الوقت ولكن يجب في هذه الوصفة أن ننبه دوات البشرة الحساسة لأن القرفة فهي تسبب حساسية لدوات البشرة الحساسة ولكن بالمقابل فهي من أفضل الخلطات العلاجية بالخصوص لدوات البشرة الدهنية أو البشرة المقترطة بعد أن قمنا بوضع هنا تقريبا مقدار ملعقة من القرفة وأيضا ملعقة من العسل الطبيعي نستمر جيدا في الخلط حتى نتحصل على مزيج متماسك كما تلاحظون بعدها سنأخذ هذا المزيج ونضعه فوق مناطق تواجد الحب الشباب أو البطور كما يمكنكم أيضا وضعها على كامل بشرة الوجه ممكن حتى كذلك لمن لديها حب الشباب على مستوى الرقبة أو الكتفين ممكن أن تضعوا هذه الوصفة لأنها وصفة قوية وكما تعلمون القرفة تعمل على علاج حب الشباب وحرق البطور بشكل نهائي إلى غاية ما تختفي بالنسبة لهذه الوصفة كذلك ستعالج حتى البقع الداكنة نترك هذه الوصفة على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم سنقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر بشكل جيد بالنسبة لهذه الوصفة يجب تطبيقها بشكل يومي حتى تتخلصون من مشكلة حب الشباب بشكل نهائي والآن سوف نمر إلى الوصفة الثالثة بالنسبة للخلطة الموالية ستكون خلطة لحب الشباب والتي سنستخدم فيها خميرة الحلويات وكذلك الزبادي هذه الوصفة ممتازة ورائعة بالخصوص لدوات البشرة الذهنية لأنها هي أكثر الأنواع عرضة لحب الشباب وإن استخدمنا الخميرة مع الزبادي سوف يقلل هذا من إفراز الزيوت والتي تعتبر أهم أسباب ظهور حب الشباب بالخصوص في البشرة سنحتاج هنا تقريبا إلى مقدار ملعقة هكذا ممتلئة من الزبادي أو اليوغورت الطبيعي ثم سنضيف له الخميرة خميرة الحلويات تقريبا مقدار كمية ملعقة صغيرة بهذا الشكل من الخميرة أو البيكين باودر ثم سنبدأ في الخلط جيدا نخلط المكونات مع بعض لحينما تتجانس مع بعضها البعض فهذه الوصفة قوية جدا ثم بعد ذلك سنأخذ من هذه الوصفة ونضعها بطبيعة الحال على مناطق تواجد حب الشباب أو على البشرة التي بها البطور ونستمر هكذا في دهن البشرة جيدا نقوم بدهن البشرة ثم سنترك هذا الخليط على بشرة الوجه تقريبا لمدة عشرون دقيقة فقط نتجنب منطقة تحت العينين ثم بعد مرور العشرون دقيقة تقومون بشطف الوجه بالماء البارد فهذا يساعد على إغلاق المسامات المفتوحة أو خذوا مكعبات من الثلج مرروها على كامل البشرة لأن المسامات المفتوحة تكون بها تلك الأطربة وتتكون هناك بكتيريا مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب لذلك يجب دائما أن نعالج كذلك مسببات ظهور حب الشباب إذن حبيباتي اليوم شاركت معكم مجموعة من الوصفات العلاجية والطبيعية لمشكلة حب الشباب أتمنى أن تجربوا هذه الوصفات وكذلك إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء كذلك إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء